بدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بالاجتماع خلال الأسبوع الماضي لبحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لوضع الخطوط العريضة لمناقشة الميزانية وذلك فور تسلم المجلس لبيانات الميزانية من الحكومة ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها ثلاثة اقتراحات بقوانين تمت احالتها للجنة بصفة اصلية شملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشورى والنواب الى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء المجالس البلدية وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنته الاقتراحات بقوانين الى جانب ردودها على التساؤلات التي اثارها اعضاء اللجنة قبل ان تقرر اللجنة رفع تقريرها بشأنها لهيئة مكتب المجلس وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اول اجتماع لها خلال الاسبوع الماضي لبحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لوضع الخطوط العريضة لمناقشة الميزانية وتحديد اهم الابواب التي سيجري العمل على دراستها وهو الاجتماع الذي جاء فور تسلم معالي رئيس مجلس الشورى المشروع بقانون من الحكومة حيث اكد رئيس اللجنة السيد خالد حسين المسقطي خلال الاجتماع على ان المحافظة على مكتسبات المواطنين الاساسية والدعم المقدم اليهم ومساندة جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وخفض الدين العام تمثل اولوية لدى اعضاء اللجنة في مناقشة الميزانية العامة للعامين الفين وتسعة عشر الفين وعشرين وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاسكان ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية وذلك بعد اجتماعها مع ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات كما بحثت اللجنة مشروع قانون باضافة بند جديد الى المادة الثانية من قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية حيث قررت احالته الى هيئة المستشارين القانونيين لابداء الرأي القانوني ومواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة وعقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعين خلال الاسبوع الماضي قررت خلالهما رفع تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة عشرين من قانون تنظيم المباني والذي يهدف الى اخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة فيما نظرت في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البلديات ومشروع قانون بتعديل المادة عشرين من قانون البلديات حيث استعرضت اللجنة اهداف المشروعين بقانون بما يحافظ على استقلالية المجالس البلدية وتفعيل دورها فيما ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى مشروع قانون باستبدال المادة الستين من قانون الطفل والمتعلق باشراك الاطفال وتشغيلهم في الدعاية الانتخابية وسائر اجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية كما اجرت اللجنة مراجعة لملاحظات ومرئيات اصحاب السعادة الاعضاء التي تقدموا بها خلال الجلسة العامة للمجلس والردود التي تقدمت الجهات المعنية على التساؤلات التي سبق وان اثارها اعضاء اللجنة الى جانب مرئيات المستشار القانوني للجنة لتقرر رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس